أوقات مثلا توقفها بتشتري حاجة فتلاقي لو معاك واحدة من صاحبتك أو حبيبي كان يقولك لا دي ما لهاش لازمة خالص ده دي من الرفاهيات ما لهاش أي لازمة خالص فانتي تبصلها تقولي لا لا ده دي من الكماليات بالنسبالي والحقيقة احنا بنتعرض من الأساسيات بالنسبالي عفوا فالموقف ده بيتكرر معنا كتير تلاقي نفسك انت رح تشتري حاجة وانت شايفها من أساس أساس حاجاتك أو من كما من الحاجات الأساسية عندك وتلاقي بعض الآخر شايفها ان دي لا لا دي رفاهية ما لهاش لازمة طيب هل في قاعدة سابتة للرفاهيات وقاعدة سابتة للكماليات لحاجات الأساسية طيب هل ده بيختلف مثلا من مصر في حاجة بتعتبر من الرفاهيات تبقى موجودة من الحاجات الأساسية في دولة تانية هل علشان انا لو عايش في دولة أسعارها كلها رخيصة في كل حاجة فما فيش حاجة أصلا اسمها من الرفاهية كل عادي بالنسبة لي كل التفاصيل دي هنعرفها مع ضفنا مش عرفنا دكتور عمر المحمد دكتور رافي الاقتصاد أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا فيك نيها أهلا بحضرتك الحقيقة بنشوف الموضوع الاختلاف عن الرفاهيات والأساسيات كتير قوي في البيت وبيعمل مشاكل زوجية كتير السابت عايز تشتري كل حاجة تشوفها وزوجها يقول لها يا بنت الحرارة كزي بالأساسيات خلينا نوفر إرشين الرفاهيات دولة للمستقبل وهنا بقى بيجي الاختلاف هي شايفها أساسية بالنسبة لها وهو شايفها مش همعرف نعيش من غيرها مش هيجرمنا حاجة لما جبناش نحدد إزاي دكتور أولوياتنا إن كنا عايزين نشتري الحاجة ديت وهي فعلا بالنسبة لنا حاجة من الأساسيات ولا حاجة من الرفاهيات هلا بالنسبة لموضوع فلسفة إنه الكماليات والأساسيات تختلف الموضوع طبعا حسب إيش حسب اليوم دخل أساسي إذا كنت أنا من الطبقة الغنية ولا من المتوسطة ولا من الفقيرة موضوع الأساسيات هي عبارة عن إيش هي عبارة عن الأشياء اللي ما فيها تستقيم الحياة بدونها يعني نحن بحاجة لألة بشكل أساسي يعني ما فينا نحن نعيش بحاجة أساسية لألة فهي تعتبر من الأساسيات يعني نحن اليوم بحاجة لبيت بحاجة لمكان النام فيه بحاجة لألبسة لأن هذا الموضوع جدا بكون خلاص منتفئين عليه في حد أدنى لازم يتوفر عننا إجباري لازم يتوفر عننا بغض النظر إذا كنا عم نشترك هذا الشيء جديد ولا مستعمل المهم أنت ما بتحسين تعيش بندونه فاليوم مثلا كل بيت فيها تلاجك كل بيت فيها مثلا غسالة كل بيت فيها على سبيل المساء هذا شيء أساسي صار ما فينا نحن نستغني عنه لأن الحياة بتكون صعبة جدا يعني لو تصور أن حياة أي حدا فينا نحن اليوم بدون مثلا وجود الغسالة في البيت فست البيت ستكون حياتها كيف وحتى حياتنا ستكون موضوع تعب وفيه شقاء حقيقي فموضوع الكماليات طبعا الكاماليات لما نحن نحكي عن الطبقة الغنية والمترفة هي داخل أوريدي بالكماليات ما عين نحكي عنها نهائيا حكينا موجه بكل وساطة للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة اللي هي بهمة كتير هذا الحد أو هذا الخيط بين أنه كماليات والأساسيات لأنه بهمة هي الإدخار بهمني أنا بشكل أساسي أنه أحقق نوع من الإدخار وحياة أفضل فنحن بمحل الأولى ممكن نكون كتير من الأشياء بالنسبة لأنه أساسيات وفي عنا نحن كماليات لما بذات دخلنا صارت بعض الكماليات هي من الأساسيات يعني اليوم مثلا الإنترنت الموجود ما كان هو من الأساسيات ولكن نتيجة نحن وجود دخولنا نتيجة وجود حاجة لألوصار من الأساسيات وليس من الكماليات على سبيل المثال التليفون أو الموبايل بحد ذاته ممكن نحن نعيش بدونه ومونا تمام ولكن لو كنت أنا بشتغل ولو كان عندي نشاط مثلا بغتضي أنه أنا أتصل في العملاء أو حدا يتصل فيني فيعتبر هو من الأساسيات وليس من الكماليات فدائما هذا الموضوع كتير مهم أنه نحن في كتير من الأشياء قد تكون كماليات بالنسبة لأشخاص ولكن قد تكون أساسيات بالنسبة لأشخاص تانية نفس الشيء السيارة أو العربية ممكن تكون هي نوع من الكماليات ولكن لما بجي وبحسب على سبيل المثال العمل اللي إلي أو مثلا على سبيل المثال نوع شوه النشاطي ممكن تكون سيارة بالعكسية تعتبر أهم حتى من البراد والغسالة بالنسبة لعمل طيب احنا هنكلم بقى عن الغسالة وعن الميكرويف وعن الحاجات دي كلها محضر حفلات العرص دي لوحدها بيتصرف فيها يعني مئات الألاف قد كده وبيروحوا يدينوا ويشتروا حاجات كتير جدا ممكن مش ممكن ده أكيد بيبقى كلها من الرفاهيات خصوصا أنها بتبقى هو وهي بس فما بالك بقى بتجهيز المطبخ اللي يجوز فعليا معها تلت بنات من هنا بقى دكتور هنكلم عن مشكلة أزرية ما بين الستات ما بين الرجال هي عايزة تجيب ميكرويف عايزة تجيب غسالة أطباق وهو يقول لها ليه أنت إيديكي راح تفين ما تخسلي المواعين والبتجاز راح تفين ما تسخني عليه ولا تطلعي الحاجة ببدل تتعادي تعملي إيه أنا شفت التعليق ده بكما تتعادي تتعادي إيه لما جملك غسالة غسلت الأطباق غسلت المواعين وهو شايفة أنها أصلا مش رفاهيات ده رفاهيات الرفاهيات وهي شايفها خلاص ألا تعبت وصوابع واجعت من كتر غسل المواعين أو الجالي على أورة السوريين طيب الميكرويف والغسلت الأطباق قول الفصل من المتخصص لازمة ولا رفاهية ولا أساسية ولا إيه؟ الموضوع مسترحش وخلاني نحكي بشكل أساسي فيه كتير بالفعل حسب التقرير اللي ورد حتى فيه كتير من المصائف اللي بتنصرفه سواء في حفلات الأعراس أو بعيد الميلاد أو حتى فيه هلأ حفلات دخول المدرسة وحفلات لبس الحجاب وحفلات بالضبط وحفلات يعني موضوع يعني كتير بصراحة كتير من الحفلات أنا برأي يعني تدخل حتى بالحرمالية يعني مو بس إنه كمالية الحجاب وختم القرآن للحجاب دي لا لا يعني فيه ظل أنفاق الكبير حظي في حال إنه إحنا عم ننفق علي كتير كبير مبالغ كبير فيه فقراء حق بيها المبالغ حالك فكرتني بصورة كده كتنتشرت من أسبوع السوشيال ميديا لقيت ميلاد زمان ترطى وحاجة سقعة كده وخلاص إنما ترشوف عدد الميلاد إزاي بيعلو على بعض دلوقت فعند فيه مشكلة اليوم سواء السوشيال ميديا عبتلعب دور سلبي سواء اليوم المظاهر سواء اليوم الغيرة هذا الموضوع يعني مثلا هذا الخلاف أكتر شيء بينشأ مثلا يكون أخي مثلا متزوجين واحد منه جايب لزوجته ميكرويف وغسالة ونشافر وكذا 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 وعصار وكذا والتاني لا فهون هون المشكلة يعني في المقارنات وفي الغيرة وفي هذا الموضوع لو الدخلي أنا بسمحلي لو أنا مثلا ما عندي مشكلة في مبلغ لدي أجيبهم له الأدوات هدول وما عندي مشكلة في مشكلة الكهرباء أنا في سدة فرطي الكهرباء ممكن أنا هذا ألبي هاي الحاجة ممكن تكون بالعكس هي الكماليات ممكن نحن نلبية ولكن أنا ما هو منصور أبدا في كتير للأسف من الصباح أو من الشباب بروح بدخل بجمعية مددنا 12 شهر حتى يشتري موبايل أحدث الموبايل اللي ما بالضبط غلط كتير كبير مثلا أو يروح مثلا في عنده تلفزيون بدي يشتري شاشة أو الشاشة اللي عنده ما فيها نت ودي يشتري شاشة فيها نت أو يغيّل لابتوب أو يلبس جاكيت ماركة أو يلبس نظارات ماركة فهي بدخل الجمعية هذا الموضوع حرامي هذا الموضوع غلط كتير كبير حتى نحن بالاقتصاد أو حتى أنت بالاقتصاد المنزلي أو حتى بالموضوع الادخار الشخصي أنت عندك في مشكلة في إدارة حتى دخلك أنا اليوم ما بركب قيود أو بركب ديون علي هاي الديون راح تهقني بالفتاة القادمة وأنا لازم أتعب ولازم أشتغل شغلين حتى أوفية حتى أجيب هاي الكماليات أو هاي القطع الزادة أو موديل كذا أو مثلا مكياجات وعطوبة تلاقي واحد مثلا دخله بألفين ورح جايب علبة بألفين بألف ليه يعني ليه مثلا ليه هذا الموضوع غلط لو كان دخلي عالي أوكي لو كان دخلك على قد بساطك من درجة لك يعني هاي القاعدة يعني كتير كتير مهمة أنه نحن نعرف أنه لا ضرر ولا ضرار يعني والموضوع نحن حتى لو رجعنا فيه كاقتصاديين وكثقافة إسلامية الموضوع كتير كبير لما أنت بتقارن حتى لما كان فيه خلفاء وكان بملكه الشرق والغرب كانت حياتهم هي عادية يعني عمر بن عبدالرزيز رضي الله عنه كان في أيام ينام جوعان فنحن الموضوع ما هو بالترف ما هو بهذا الشيء وبنفس الوقت تكون فيه توازن أنا لو دخلي عالي ممكن أشتري مكويف ممكن أشتري نشافة مو بس غسالة ممكن أساوي ولكن ما يكون في حد أي شيء يكون في التبذير هذا الموضوع جدا دخلي عالي أشتري ماشي فيه ناس بي بدخلها عالي ولكن ممكن تكون مثلا قعدة مصارفها انترناشنال وعندها حاجات كتيرة جدا لدرجة يقولك في الآخر أنا مش بلاقي حاجة آخر الشهر أنا مرتب محترم ولكن المصاريف بتاعتي أو مصاريف تشغيلي عالية جدا جدا وبالتالي مش بقالي حاجة وطول الوقت مثلا المدام أو العكس الزوج عايزين يجيبوا ويعيشوا حياة أعلى من المستوى اللي هم فيه في الحالة دي بقى تنصحهم بإيه الموضوع الأساسي أنه نحن كلما زدنا الدخل يعني ملاقي الشخص مثلا أراته 3000 كان عايش بليبل معين وبحقق مثلا الدخال معين صار 5 أو صار 10 أو حتى صار 20 منلاحظ أنه الليبل الانفاق الآن زاد هذا الموضوع يحتاج لإدارة مالية بحد ذاته يعني هو دخل كلما زاد الدخل كلما هو دخل في الكماليات أكتر لدرجة أنه بتلاقي حياته صفت معظم انفاقه على الكماليات فدائما نحن يعني في خلال دراسة بسيطة كنا نحن جريناها أنه فيما لو أنت بدك تسأل حالك سؤال فيما لو دخلك نص قطع خلص هذا الشهر أحتخد نص مرتبك كيف أحتحل شو الأشياء الممكن أنت تستغني عنها استغني عنها ممكن فيه ناس كتير قالوا رحت المطاعم فيه ناس قالوا رحت المول الشوبين فيه ناس كتير قالوا أنه أنا خلص بشتري الأشياء اللي لازمتني فقط يعني لو نحن نجي في بيوتنا فيه كتير أشياء منشتريها وما منستعملها فيه كتير أشياء منشتريها واستعمالها ما روحتي في السنة فيه حتى ألبسة منشتريها وما منستخدمها فهذا الموضوع هم فيه خطأ فيه حتى سياسة الشراء يعني هاي الأشياء اللي نحن منشتريها وما منستعملها حيث تعتبر معنا كانت ما هي أساسيات أنت ما لك بحاجة لألة فهذا الموضوع وفيه أشياء بعد فترة منلاحظ أنه كان موضوع عرض كنا نحن يخطينه أو كان موضوع كذا فهو منلاحظ أنه نحن دائما حط حالك أنت بهذا القرار مثلا زوجين عميشتغلهم مع بعضهم عد حالك بنهاية الشهر زوجتك خلاص عطوه استقالي طيب بيئي موتب واحد كيف بدك تكمن فنحن دائما في خطة طوارئ فنحن نسأل حالنا دائما هذه الخطة جدا مهمة أنه نحن نسميها عملية مواجهة على إنفاقنا فنحن دائما لازم نعمل مواجهة على تصوفاتنا مواجهة على إنفاقنا مواجهة على الأشياء اللي عم نشترية وهذا الموضوع كتير مهم وأساسي حتى يكون في عنا إدارة لدخلنا وحتى يكون إدارة للأشياء اللي نحن نمتلكها بزرط دكرة شكرا جزيلا شكرا على قدك معنا دكتور عمر المحمد دكتور رافي الاقتصاد شرفتم ونورت الحقيقة يا جماعة إحنا محتاجين كلنا نعمل ترشيد فعلا لفلوسنا والاستهلاك والحاجات اللي إحنا بننزل نشتريها فعلا بص للحاجة أنت فعلا محتاجها مش مجرد أن نزل عليها عرض أو أن أنت شايفة أن ديها تبقى رفاهية بالنسبالك أو كل صحابي جايبينها بجد بجد أنت اللي تقدر تقرر أو أنت اللي تقدر تقرر إن كنت محتاج للحاجة دي ولا لا بلاش تحط فلوسك في حاجة ترجع تندم عليها وتقول يا ريتني ما صرفت فلوسي فيها محدش عارف الأيام اللي جاية هيبقى فيها إيه وخلي عندكم دايما جزء من الرئي الدخار كل شهر على قد ما تقدر